نتحدث أكثر إذن عما دعا إليه الآن المسؤولون الدوليون في هذا الصدد مسؤولون أمريكيون خبر السودان وتحدياته إما من خلال متابعتهم الملف لسنوات أو بعد أن عملوا هناك في مراحل ما حاورتهم الشرق الأوسط لإستطلاع آرائهم حول ما يجري في السودان مثلا جيفري فالتمن المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى القرن الإفريقي ماذا قال؟ قال إن ما يجري في السودان ليس حربا أهلية بعد بل هو قتال نيران صديقة بين جنرالين ومؤسستيهما وأضاف أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان نقلو اتخذها 46 مليون مدني سوداني رهينة والكلام لها وأكد للشرق الأوسط أن أولوية واشنطن في السودان اليوم وقف إطلاق النار لدواع إنسانية وهذا هو القرار الصحيح لأن استمرار القتال سيحرم السودانيين الحصول على غذاء أو ماء أو حتى الهرب بات غير مضمون وأضاف أن أكبر ما تخشاه واشنطن في السودان هو أن ينزلق القتال بين الخصمين إلى سيناريو شبيه بسوريا أو ليبيا مع فارق أنه سيحصل في بلاد عدد سكانها أكبر بكثير وعن موازين القوى قال ألبيرتو فرنانديز القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم سابقا إن الجيش السوداني حاليا متفوق على قوات الدعم السريع لكن قوات الدعم السريع لا تزال صامدة ولديها استراتيجية مفزعة ولكن ذكية هي الاختباء في المناطق السكانية في الخرطوم لماذا؟ لتجنب الغارات الجوية والاستمرار وتعم فرنانديز إدارة بايدن بالتسبب بالعنف الحالي عادا أن الاستراتيجية الأمريكية تحديدا الخارجية أسهمت مباشرة بالعنف الذي نراه اليوم وهذا ما يحصل عند إزاحة المكون المدني دونالد فوت المبعوث الأمريكي السابق إلى السودان وجنوب السودان وصف ما يحصل بمأساة رهيبة وعد أن ما يحدث أكثر من صراع على السلطة بين الجنرالين إنما هو استمرار للمنافسة بين مركز السودان ومحيطه وقد ترجم وللأسف بالمواجهة العسكرية بدلا من الأساليب السلمية والحديث له ودعا إلى ضرورة التعامل مع الواقع الصارخ لأن اللاعبين المسلحين الذين لديهم مصالحهم الاقتصادية لن يسلموا السلطة والثروة لأن هذا ما يريده الشعب السوداني أو لأننا نطالبهم بذلك يقول وشدد على ضرورة البناء على وقف إطلاق النار الحالي وتحويله إلى اتفاق دائم يشمل التفاوض على فصل القوات حتى لا يتمكن المتصارعون من إحياء العنف من جديد من جانبه قال كاميرون هاتسون المدير السابق لمكتب المبعوث الأمريكي الخاص للسودان إن الوضع مؤلم فالمدنيون عالقون في مرمى النيران يحاولون البحث عن الأمان وعن المساعدة وتابع قائلا يبدو أن طرفي النزاع ملتزمان بخططهما للمواجهة رغم ما يقولانه للدبلوماسيين الدوليين وأضاف أن الولايات المتحدة تركز على نحو أساسي على إخراج موظفيها ومواطنيها من هناك سالمين والأرجح أنها تشعر بأنها مكبلة حتى إنهاء هذه المهمة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات